أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيداً فضلاً عن 162 مصاباً خلال الـ 24 ساعة وذكرت السلطات الصحية أن عدد من الضحايا ما زالت تحت الركام في الطرقات وفتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وبهذا ارتفعت حصيل الضحايا العدوان الإسرائيلي لتصل إلى 28 473 شهيداً و 68 146 إصابة وذلك حتى اليوم 130 من العدوان ترجمة نانسي قنقر